النهاردة آخر يوم في الشهر الكريم شهر رمضان المبارك اللي احنا في الحقيقة ما حسناش بيه تماماً أيام جريد بسرعة وخلاص الناس بكرة تستقبل عيد الفطر المبارك كل سنة وحضراتكم يعني بألف خير اللي فيه الناس بتعيد على بعضها وكمان بيخرجوا يتفسحوا مع بعض أيام كلها خير وبركة بسنت يعني الساعات الأخيرة من نهار رمضان الأخير النهاردة بندعو الله جميعاً أنه يتقبل دعائنا وصيامنا وقيامنا خلال هذا الشهر الكريم ازاي نودع رمضان ازاي نداوم على الطاعة بعد انتهاء هذا الشهر ازاي نتحلى بالأخلاق الكريمة وإحنا بنستقبل أيام مباركة وبنبتهج جميعاً في عيد الفطر المبارك ده اللي احنا عرفه مع ضفرة اللي منورنا في الستوديو الدكتور أحمد علي همام مدير الشؤون الدينية والعلمية بالجامع الأزهر الشريف ضيفاً كريماً في صباح الخير مصر صباح الخير على حدثك كل عام حدثك طيب وبكل الخير كل عام أنتم بخير كل عام أنتم بخير رمضان كريم إن شاء الله يعني هنبدأ بداية الدعاء في آخر أيام رمضان هل في أدعية يعني مستحبة حتى يعني احتداءاً بالدعاء اللي كان دائماً ما يقرأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبركاته سيدنا محمد الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي الهاد المصطفى خير الأنام ومسك الختام وبدر التمام ونور الظلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبعد كل عام أنتم بخير ما أسرع أن تمر الأيام كنا بالأمس ننتظر شهر رمضان ونسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان اليوم نحن في اليوم الأخير من رمضان فسبحان الله الأيام تمر سريعة شهر رمضان من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أن جعل لها مواسم للطعاط فيأتي في مقدمة هذه المواسم شهر رمضان كل الناس وكانت صحابة رضوان الله عليهم ينتظرون شهر رمضان يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم شهر رمضان ستة أشهر وبعد انتهاء شهر رمضان يدعون أو يسيرون على نهجهم ستة أشهر أخرى فكأن السنة كلها رمضان مواسم الطعاط هذه من فضل الله سبحانه وتعالى روى الإمام التبراني في المعجم الكبير من رواية محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا وفي الحديث وغيره من الآيات والأحاديث اغتنام لمواسم الطعاط أتصور أن مواسم الطعاط يعني هي كمحطات الوقود في طريق أنا لو كنت أسير في طريق مثلا تبلغ الطريق الفكيل أنا سأكون حريصا قبل أن أقود سيارتي على الوقود وعلى الزاد وعلى كل ما يلزمني ولا بد أن أسأل على محطات الوقود في الطريق كم محطة تقابلني وما المسافة بين المحطة والأخرى لأن هذه المحطة هي حياتي لأنه لا بد أن يتزود الإنسان من الطعاط في الحياة من الطعاط فكذلك السيارة فلا بد أن تتزود من الوقود ولا بد أن تتزود من الزاد والبقالة وغيرها تخيل أخي الكريم أنت تسير في الطريق ربما الطريق في الليل مظلمة ومرت عليك محطة الوقود وما معك بنزيل أو وقود كاف أو ذات ماذا سيحدث ربما لن تحصل المحطة التالية فشهر رمضان يأتي في مقدمة هذه المواسم مواسم الطعاط هي مواسم للبر تفتح فيها أبواب الجنات وترفع فيها الدرجات وتمحى فيها السيئات وتضاعف فيها الحسنات وتغفر فيها الزلات فشهر رمضان في الثلث الأخير منه العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان هي أيام مباركة فيها ليلة القدر ليلة اثنتا عشرة ساعة كاملة هي لا تساوي ألف شهر خير من ألف شهر هي خير لأن البعض أو الكثير من الناس يظن أنها يقول لك هذه الليلة تساوي ثلاثة وثمانين سنة لا هذا خطأ هي خير خير في اللغة العربية أفعل تفضيل أفضل أفضل الخيرية لا تعني أبدا المساواة عندما أقول محمد خير من خالد إذن لا يساويه وإنما هو أفضل منه إذن هي ليلة إثنتا عشرة ساعة كاملة هي أفضل وأكثر من ألف شهر أي أكثر من ثلاثة وثمانين سنة شهر رمضان أخي الكريم فيه مزيتين مزية شرف الزمان وشرف العبادة شرف الزمان هي النفحات التي تأتي نفحة تلو الأخرى يأتي بمجرد انتهاء الليلة الأخيرة من رمضان يبدأ الأول من شوال الأول من شوال باتفاق أهل العلم هو أول أيام أشهر الحج الحج أشهر معلومات تبدأ من أول شوال إذن تنتهي محطة تتلوها محطة أخرى تتلوها محطة وبعد ذلك سيأتي العشر الأول منذ الحجة وهي المذكورة في سورة الفجر والفجري وليال عشر وفيها من الخير الكثير ثم بعد ذلك أوقات الأيام الجمعة ساعة الجمعة وقت الصحر إذن هي محطات في حياتنا لا تمر عليك هذه المحطة إلا أن تتزود فيها بالطاعة الكافية طيب يعني مولانا فيه فيه ناس كثيرة قوي في رمضان بتشد حلها وبتعمل اللي عليها وساعات كثير زيادة ويمكن استنادي الله أكبر شوفنا المساجد مليانة يعني وشوفنا يمكن الشوارع مليانة بالمصالين مصالين التهجد والترويح لكن للأسف النهاردة بالليل بنلاقي ناس كثيرة بترجع تاني مش لصابق عهدهم لكن كمان كأن فيه عطش كبير لسبحان الله المعصية يعني فهي ماصدي نعم فالنهاردة نقولهم إيه يعني إيه اللي نقدر نقوله اللي بتفرجوا علينا النهاردة عشان فعلا نكمل باللي احنا بدأناه في شهر رمضان وانه مش بس شهر لا احنا مكملين به على قد ما نقدر طول السنة وانه انا مش بتكلم بس على الصيام والصلاة انا بتكلم كمان على الأفعال اللي احنا ندخل بالنا منها واحنا صايمين زي ان احنا يعني ما ننمش ما نجدبش ما نقولش يعني الحاجات دي نعم نعم فقط للإجابة على هذا السؤال لابد أن يعلم هذا الرجل الذي ينتظر انتهاء رمضان بفارغ الصبر لكي يعود إلى طبيعته ربما طبيعته ربما الجو الرمضاني والرفقة وكثرة السائرين في الطائعين في طريق الخير ربما لأن الرفقة لأن الصاحب ساحب الرفقة وكثرة الطائعين هي تساعد هذا الجو يساعد على الطاعة فالأسف الكثير من الناس ينتظر ليلة العيد هذا الرجل أقول له بئس العبد عبد يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى لأنك بهذه الحالة أنت قصرت عبادة الرب العلي على شهر واحد فقط بئس العبد بئس العبد عبد أساء الأدب مع ربه لأنه أطاع ربه في شهر وتركه في بقية الأشهر هذا الرجل يعبد رمضان فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان ذهب إلى ربه ذهب إلى ربه ومن كان يعبد الله فإن الله حي دائم باق لا يبوت فمن هذا المنطلق لابد وأخي الكريم سأل سؤالا عن الأدعية الأدعية من الأدعية الثبات على الطاعة والسبعة بالضبط اللهم معيني على طاعتك لابد الإنسان أن يسأل الإنسان أن يسأل الله الثبات على الطاعة والاستقامة ولكن لابد أن يعرف في لفتة سريعة جدا في لطيفة سريعة جدا شرف العبادة في الحديث الذي رواه الشيخان الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا قال النبي قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي بي إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي السؤال هنا نسائل إن يسأل كل العبادات يضاعف أجرها هذا الذي ينتظر أن ينتهي الصيام هذا الذي لا يثبر على الصيام هذا الذي لا يسوم أتعرف أجر الصيام أتعرف الشرف الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للصيام أخي الكريم نسأل التاريخ إن المتأملة في التاريخ والمقلبة لكل صفحات التاريخ عبر التاريخ سيجدوا أن الصيام عبادة خاصة بالله وده حيدفعنا للسؤال مولانا أنه هو جهاد النفس هو جهاد النفس المدومة على الطاعة وهذا هو الجهاد الأكبر ما هذه أنا قلت لك هي مقدمة نعم هذا هو الجهاد الأكبر للمؤمن السؤالي لك يعني من ناحية أخرى اللي بتفرج علينا دلوقتي وعايز يبتهج النهاردة ليلة العيد وعايزين برضو يعني نتأسى هنا ونحذو حذو نبينا الكريم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الليلة كيف يمكن أن ندخل السرور في بيوتنا بما لا يخالف أو بما لا يغضب ربنا عز وجل الأخلاق اللي المفروض يتحلى بها المسلم ليلة العيد جميل أخي الكريم ما أجمل ما أجمل الحسنة تتلوها الحسنة وما أحسن المعروف يعقبه معروف والطاعة تليها طاعة هذا هو الجمال ولذلك الاستقامة على الطريق أن تتزودت من رمضان لما بعد رمضان فلا بد أن تخرج من رمضان بنفس الأخلاق التي كنت تعيشها في رمضان كنا في رمضان نرى المساجد لا ترى في المسجد إلا تال في المساجد إلا تال أو ذاكر أو راقع أو ساجد وهذا الجو الجميل حتى صلة الأرحام بين الناس المعاملة مع الجيران المعاملة مع الأقران في العمل الجو الرمضاني هذا لا بد أن نعيشه ولا بد أن نتعايش به ولا بد أن نتنفسه حياة لأن الإسلام واقع حياتي الإسلام ليس في الكتب وليس في المساجد وإنما هو أسلو حياة ومن هذا المنطلق لا بد للإنسان أن يجاهد نفسه أنا في ليلة العيد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل وصحابته رضوان الله عليه عليه الصلاة والسلام كانوا يتعبدون والكلام هنا ليس على ليلة العيد في حزب وإنما على ما بعد رمضان ما بعد رمضان الأيام التالية بحيث إن الإنسان لا بد هناك سبل للاستقامة أولها مجاهدة النفس والذين جاهدوا فينا جاهدوا المجاهدة هنا أم المفعلة والمفعلة الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان ويعلم مكبل الشيطان فيه فالذين جاهدوا المفعلة هنا في جهاد الإنسان كلنا تحت سقف البشرية سواء مرتفع أحدنا عن سقف البشرية وكل بنا آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لذلك لن ترى أبدا ولن تتوقع أبدا إنسانا ملائكيا لا يغضب الله ولا يعصي لا موجودة لأن النفس والهوى موجودة الشيطان موجود ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلهم الهداية من الله سبحانه وتعالى إذن هداية الصبر على الطاعة الصبر على الطاعة وعلى مشقة الطاعة والصبر عن المعصية الصبر عن المعصية اللا يفعلها والثالثة والثالثة الرفقة الطيبة كما كان الناس في رمضان يعني يؤزهم أزى الخير يذهبون إلى الجامع ربما يتصل بصديقي يقول له سأنزل إلى صلاة الترويح إلى في جامع كذا أو كذا أو كذا فهناك أكمل مع سبحانه البيئة هذه ستساعده إذن مجهدة النفس والصبر على الطاعة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والرفقة الطيبة هذه من سبل الاستقامة على الطريق على العبادة على الطاعة ونخرج من رمضان بنفس الطاقة التي كنا فيها في رمضان أنا بحب دائما أفكر في شهر رمضان بأن شهر أنا بتعلم فيه عبادة جديدة أطلع بيها من الشهر الكريم فمثلا فيه ناس كتير قوي بنشوفهم في رمضان بيعملوا وجبات للإطعام بيصلوا السنن بيزودوا طاعة على العبادات اللي هما بيعملوها هل أنا مطلوب مني كمسلمة أنا عارفة طبعا الأركان الخمسة للإسلام لكن هل أنا مطلوب مني كمسلمة تعلم عن الشريعة مثلا تعلم أكتر عن الدين هل دي طاعة يعني هل دي عبادة مهمة مطلوبة مني معرفة المسلم لأركان دينه دي معرفة لابد عقيدته هذا الكلام لا يعني لا لا جدالة فيه لا أنا بتكلم عن قراءة كتب يعني هل أنا محتاجة أتعمق أكتر هي هذه النقطة إذن هناك أساسيات وهناك تفاصيل ولتكن منكم أمة هذه الأمة العلماء والمشايخ يعلمون في التفاصيل في التفقق في الدين في المسائل الفقهية في المسائل الخلافية أما العموميات أنا كمسلم لا بد أن أعرف أن أعرف أركان ديني ولا بد أن أعرف عقيدتي أما عن القراءة هذا ليس واجبا على كل مسلم يعني القراءة نحن أمة إقرأ لا بد أن نقرأ ولكن التفاصيل الدينية ليست لكل أحد لأن هناك بعض التفاصيل وبعض الخلافات بين أهل العلم وهذه ربما لا يفهمها عوام الناس وهذا ليس تقليلا أبدا من الأمر ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر هذه الأمة أمة العلماء أما القراءة لا لا بد أن نقرأ ونقرأ ومن كان من جعل كتابه معلمه أو شيخه ربما أضل وأضل فلا بد أنا ربما أقرأ شيئا لا أفهمه وأعود إلى الشيخ وأعود إلى مثلا إلى الأزهر الشريف أو إلى أدار الفتوى أو اللجنة الرئيسية للفتوى في الجامع الأزهر لا بد أن أعود إلى العلماء فيما لا أفهمه أو فيما ليس من اختصاصي وأسألوا أهل الذكاء سيقيم أقيمة مهمة جدا من قيم رمضان حتى تدبر والتفكر وأعمال العقل يعني هي التفكير وهو فريضة إسلامية فريضة إسلامية على كل الناس سواء كانوا عوام أو خاصة أن يفكروا ويدبروا أمرهم شكرا جزيلا مولانا دكتور أحمد علي همام مدير الشؤون الدينية والعلمية بالجامع الأزهر شكرا حياكم الله وكل عام من أنتم بخير كل سنة وحضرتك طيب بالفصير